فيديو النهاردة مكرنا بين مطعمين بحبهم قوي هما ابن الشام وزين الشام روحت جربت منهم شوية حاجات اقولكم رأي فيها اول حاجة جربتها هي الفاتوش بصراحة عجبتني جدا في ابن الشام كان طعمها حلو ومتتبلها حلوة قوي بس ما حبيتش الزتون اللي فوق ده اما في زين الشام كان عليها رمان من فوق ودبس رمان اكتر بس الخضار ما كانش فرش قوي ما عجبتنيش قوي عجبتني اكتر بصراحة في ابن الشام وما عجبنيش برضو فكرة الزتون اللي فوق تاني حاجة جربتها كانت نص فرخة مسحبة على الفحم اللي هي من غير عضو وواجبت ربع كيلو شاورمة فراخ جبتها من المطعمين الفراخ عجبتني اقوي في ابن الشام التدبيلة بتاعته حلوة اقوي ومميزة بس فيها عيب انها ما بيجيش معها رز بيجي معها بطاطس بس اما الشاورمة كانت حلوة جدا برضو وتدبيلتها حلوة قوي في زين الشام كانت واجبة نص الفرخة متكاملة اكتر ان فيها رز وبطاطس ده غير الصصات بس بصراحة التدبيلة بتاعت ابن الشام عجبتني اكتر في الفراخ الفراخ برضو في زين الشام كانت حلوة وطرية جدا بس التدبيلة احلى في ابن الشام اما الشاورمة عجبتني اكتر بصراحة في زين الشام كانت حلوة جدا وتدبيلتها حلوة قوي ترجمة نانسي قنقر